مرحبا بكم في فيديو جديد اليكم في هذه الحلقة افضل خمس افلام رومانسية رقم خمسة فيلم تيطانيك قد يكون هذا الفيلم من اشهر الافلام الرومانسية في التاريخ فهو به جميع المقومات والعناصر التي تجعله عملا سينمائيا رومانسيا التضحية والحب من اول نظرة والاخلاص وتدور احداث الفيلم عن روز التي تبلغ من العمر حوالي 17 سنة والتي تنتمي الى عائلة استقراطية وتجبرها امه على الزواج من رجل تاري وبينما ينتقلان الى بلد اخر عبر السفينة الاسطورية تيطانيك تقابل جاك دوسون فنانا فقيرا وتقع في حبه. رقم 4 فيلم The Notebook تدور احداث الفيلم حول النوح والي يلتقيان في احدى المناسبات وبسبب فرق المستوى المادي بينهما تعارض عائلة االي العلاقة التي بينهما وتجبر عائلة االي على الارتباط بلون والابتعاد عن نوح وبعد فترة تكتشف ان نوح اصبح غنيا وتقرأ عنه في الجرائد والصحف فستصبح انحيرة من امرها لتستمر في علاقتها مع لون ام تخوض المعارك مع عائلتها وتعود الى نوح رقم 3 فيلم May be for you الفيلم الرومانسي الذي احداثه تضج عند نزوله في قاعدة السينما وتدور احداث الفيلم حول لوك رارك الشاب الذي تعمل في مطعم صغير ببلدة صغيرة في انجلترا لتساعد اهله وفجأة يقرر صاحب المطعم اغلاقه وترضيها فبدأت تبحثا عامل عبر الانترنت لتجد نفسها تعمل في قصر كبير لدى عائلة تارية لتساعد شاب تعرضي لحاديثه فقد على اترها القدرة على الحراكة لتقع في حبي وتبدأ الاحداث الرومانسي ذات الطابعة الدرامي المؤثر رقم 3 فيلم The Wedding Planner هذا الفيلم كوميدي رومانسي وتدور احداثه حول مخطط حفالات زفاف ناجحة في عملها وترفض الزواج طيلة حياتها الا ان يقعها القدر في حب شخص يكتشف فيما بعد بانها مكلفة بالتخطيط لحفل زفافة لتبدأ المغامرات الكوميدية رقم 1 فيلم ديار جون يفاجئ ان الكاتب نيكولاس باركس كاتب الفيلم الشهير The Notebook بعثة رومانسية اخرى من تأليفه وتدور احداث هذا الفيلم حول جوندي في الجيش الامريكي يقابل فتاة في احدى اجازاته من الجيش والتي يزور فيها مسعط رأسي فيقع في حبها ولكن بعد احداث 11 سبتمبر وعودته للجيش تتوتر علاقتهما وهنا ستكون انتاج حلقتنا اذا اعجبك الفيديو لا تنسدط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة